ومع استعدادها لتقديم برنامجها أمام البرلمان ينص الدستور على أن تعرض الحكومة الجديدة برنامجها على نواب الشعب للحصول على الثقة يأتي ذلك في ظل اشترات تقديم الحكومة الجديدة برنامجها إلى مجلس النواب خلال عشرين يوما من تشكيلها بعد تشكيل الحكومة وأداء اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي تبدأ الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى مطبولي في إجراءاتها لنيل الثقة إجراءات تأتي في إطار المدة 146 من الدستور المصري والتي تنص على أن تعرض الحكومة الجديدة برنامجها على مجلس النواب للحصول على ثقة أغلبية أعضاء المجلس وذلك بعد تقديم الحكومة برنامجها لمجلس النواب خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها القانون ينص على أن يقوم مجلس النواب بمناقشة بيان رئيس مجلس الوزراء والذي يحال بعد ذلك إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس بحيث يراعي تمثيل المعارضة والمستقلين لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام ويصدر قرار المجلس في شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه إجراءات عديدة إذن لنيل الحكومة الثقة لتبدأ مهمها وعلى رأسها الأولويات والتي تشمل الأمن القومي وملف بناء الإنسان مرورا بالعدالة الاجتماعية وكذلك مواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي والعديد من الملفات الأخرى الحكومة الجديدة تقع على عاطقها ملفات كثيرة أخرى تشمل إعادة رسم وسياغة السياسات الراهنة ولعب دور محوري في تحديد بصلتها بما يتماشى مع طبيعة التطورات والتحديات التي تمر بها الدولة الحكومة ستعمل كذلك على إحداث تغييرات ملموسة على الأرض بجانب استمرار الحوار الوطني الذي سيعد دمانة مهمة من شأنها تصويب مسارة الحكومة